قررت خلية الأزمة في صلاح الدين غلق قضاء الطوز لمدة يومين بسبب زيادة حالة الإصابة بفيروس كورونا وقال المتحدث الرسمي باسم خلية الأزمة جمال عقاب أن قرار الخلية تضمن أيضا غلق السيطرة الغربية بالكامل وجميع الأسواق والمحال والأفران بدون استثناء ومنع تجوال الأشخاص نهائيا وحجز الدراجات النارية والهوائية ومصادرتها اشتركوا في القناة